السلام عليكم عليكم السلام رابعيس الفلوس ما الاتفاقية ما المهتدي وين هنهن؟ متفقنان وياك على اساس أصير مهتدي وتطيل الفلوس على مكالمة يعني مجرد مكالمة اوه نعم على اساس مهتدي وتطيل الفلوس يعني على مجرد مكالمة وين الفلوس؟ ليش تشتب على هذا مع بي؟ وهذا واحد أبو حمامات شده خلينا لعنة الله علي إن كنت اتفقت أنا وأنت أنك تسوي نفسك شيعي مهتدي وتخرج معي في البس لعنة الله علي وعلى ما أملك إن كنت اتفقت أنا وأنت على ذلك هل تستطيع أن تباهل أنت على نفسك الآن أني أنا وأنت اتفقت أن أعطيك أموال أو مجانا حتى وتعلن أنك روح يا ولا روح يا ولا لعب بعيد يا ولا السوت اللي بتعمله مع المعممين في الحسينية ده يا ولا أنا مشكوك في أمركم والله كان هل تستطيع فعلت ملتقم أنه إزالة تضعج علي جماعتك باهل يلا باهل أننا اتفقنا على ذلك باهل أن ما تضعج علي جماعتك باهل يلا للدراجات يدينكم ضعيفين للدراجات كل مهتدي كان معنا مهتديين للدراجات كم شاء الله معنا يرى أربع اتصالات فيهم اتنين مهتدين وده الخامس للدراجات المهتديين مزعجينكم للدراجات يلا إلعن يلا إلعن يلا إلعن أبوك في الحمام شوف أبوك بس تعال إلعن يلا إلعن مش أنت بتقول أنه متفقين أنا وأنت على أموال إلعن يلا شفتم ألفاز سوقية قذرة لكن لم ننزل إلى هذا المستوى الحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى كل المهتدين اللي معنا بفضل الله تبارك وتعالى لا يوجد واحد نرتب معه ولا ذلك وأتحدى واحد يدخل ويقول إن إحنا مرتبين لذلك وإنت خايف خايف وإيش ولكن الفلوس أبنى القعبين لن أنزل إلى هذا المستوى الحمد لله بس هذا اتصال حجة لكل شيء عاقل دول المحاورين عندكم ده دينكم يؤمرك تتهم أمي أو تتهم أمي فلان أو يا ابن الكذا تتهم أمي وإنت لا تعرفها لأن دونهم بيأمرهم كده دينك يا شيعي عاقل بيأمرك كده بيقولك في كتاب الكاف الناس كلهم أولاد بغاية أي المرأة الزانية الناس كلهم أولاد زينة ما خل الشيعة فدينك بيأمرك بالسب واللعن كده يا شيعي فأنا بقولك يا أنا أعرف أن معي الشيعة عقلاء رجال ونساء لا يقبلون بهذا الدين أبدا ولا يقبلون بهذه الألفاظ القذرة أعلم أن في أسر شيعية جلسة الآن بتقول كيف أبنائي وبناتي يسمعون مثل هذا شفتم أن لسه بفتح الخط والله بس دايس على دماغه أنا أعلم أن في أسر معي أسر شيعية إيه رأيك يا شيعية اللي جلسة معي إما بنتك تسمع هذه الألفاظ إيه رأيك يا ضيف الشيعة إما بنتك أو ابنك أو زوجتك في البث لتتعلم وأنا أقرأ القرآن وأبين لهم وتسمع مثل هذه الألفاظ ماذا تقول؟ هيقولك دا دين ديننا أصلا لأمرهم يسبوا كده ويعلعانوا كده أسأل الله أن يهدي الشيعة العقلاء وأن يأخذ بأيديهم إلى نور التوحيد وهذا الاتصال حجة لكل شيعي عقل أيها الحبيب عشان تدعمنا والقناة متأفشي تسوي إعجاب وشارك الفيديو في أكثر من جروب ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد